سيد عسينة بأقل من دقيقة أنت من خلال خطابك يبدو أن أنت متحمس لترامب شنو اللي تنتظره أو متفائل شنو اللي تنتظره من ترامب أنا مو متحمس لترامب بقدر ما أنا متحمس للسلام أنا اليوم أبحث عن بلدي وأبعث رسالة لكل المقاومين يعني خلي نقول عنهم مقاوم فصائل شنسميهم خارج مطاقة الدولة ضد الحكومة لكن هم عنده عقيدة معينة يا أخي يا عزيزي أنت قاوم وإحنا كنا ندعي لك لكن خارج حدودي العراق تعب من حرب إيران إلى الكويت إلى الحصار إلى الطائفية إلى إلى أنت ما عليك شي شيخنا لكن اللي متأذي العراق الفقير عندنا 13 مليون وثمانمية تحت خط الفقر فالضمير الحي شيخنا عين الله في الأرض